عايزة ارجع بس للدوري في نقطتين والكلام هنا الحقيقة الانتحاد الكرة المصري احنا بسبب مشاركتنا في مختلف البطولات على مدار السيزن وبسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا وبسبب مشاركة الأهلي في بطولة يمكن تختلف شوية عن طبيعة البطولات أو يعني خارج أجندة الأندية الأفريقية يعني زي ما الأهلي كان بيلعب تشامبيوز ليج هو بيرامتز كان الزمالك وفيوتشر بيلعبه في الكونفيدرالية لكن الأهلي كمان شارك في الكاس عالم أندية وبدأ الموسم بسوبر أفريقي كل دي مباريات زيادة شوية نتيجة لده تركمت عدد المباريات اللي بيلعبها النادي الأهلي في جدول الدولة في بطولة الدولة أنا مش خبير لوائح ومش خبير مسابقات ومش مطلوب مني أن أنا أبقى فاهم فيهم زي الناس اللي قايمة عليهم أو اللي مسؤول عنهم ولكن السؤال اللي ممكن كمان يبقى على السنة جماهير نادي الأهلي واللي بسأله للسادة المسؤولين في اتحاد الكرة وتحديدا في رجلة المسابقات لما كان عندنا فرصة أنه الأهلي يضغط له أربع مباريات في خلال تقريبا 12 يوم 12 يوم الأربع مباريات دول ليه تلعب فيهم تلات مطشاط من مطشاط الدور التاني يعني ليه ما تحطتش المطشاط المؤجلة من الدور الأول في النفس أنا بسأل بحسنة والله لا أنا بتلكك ولا أحاول على هايلايت أخطاء بس أنا بسأل عشان حتى الناس تفع يعني أنه ده من وجهة ناظري ممكن يبقى فيه إشكالية هتمثل كل يعني مش بس هتمثل نادي الأهلي لكن ممكن يبقى فيه إشكالية كان من الممكن تفاديها قوي لو تم تسكين مطشاط الأهلي مؤجلة من موراة الدور الأول ليه بنقول الكلام ده؟ خلينا نحسبها مع حضرتك كورا وأنا أهلي هيلعب إن شاء الله بإذن الله يوم السبت اللي جاي آخر مطشاطه في الدور بعدها هيبقى فيه فاصل زمن يمتد تقريبا إلى ما قرابته تقريبا يعني ما يصل إلى 25 يوم إيه الخمسة وعشرين يوم؟ عندك من بعد مطش التلاتة الاتحاد السبت البلدية من بعدها فتر التوقف تقريبا أسبوع قبل ما الأهلي لعب الترجي تمام؟ وبعدها بأسبوع مباراة العودة أمام الترجي فأدي أسبوعين تقريبا ثم يدخل من منتخب مصر في معسكر عشان مبارتين كاس العالم بوركينافاسو وغينيا بيساو ده معناه إنه مطشاط الأهلي ومطشاط تقريبا يعني طبعا الأهلي هو بيلعب في أفريقيا أعتقد مطشاط الدوري هتستمر لكن ده معناه إنه الأهلي هيتهقف عن المشاركة في مطشاط الدوري لمدة تقريبا شهر طيب الشهر ده يخدنا الفين؟ يخدنا تقريبا تقريبا ليوم عشرة أو إتناشر ستة مفترض إنك إنت تتبلغ لاتحاد الأفريقي إمتى؟ بالأندية أسماء الأندية اللي هتشارك في البطلات الأفريقية أول وثاني أول وثاني دوري أبطال وثالث ورابع كونفدرالية المفترض إنك تسلم القائمة أو الأسماء دي قبل تلاتين ستة السؤال هنا هل بعد المشوار ده كله هيقدر الأهلي إنه يخلص مطشاط الدوري الأول قبل تلاتين ستة ولا يضطر إن إحنا نضغط المطشاط على قد ما نقدر عشان الأهلي يلعب مطشاطه المؤجلة في الدوري الأول طيب ليه ده ما حصلش دلوقتي؟ يعني بما إن إحنا كان عندنا فرصة يبقى في أربع جوالات من الدوري في الدوري الأول اللي يبني منهم تلاتة في الدوري الثاني ده سؤال رئيسي جدا طيب السؤال الثاني وأنا عارف من يعني من مصادر موثوق فيها جدا إنه في كلام بالاتحاد المصري وبالاتحاد الأفريقي مفاده إنه الاتحاد المصري قد ينجح في تأجيل تسليم الأسماء دي لنهاية لنص سبعة أو بعض اللي نسألت إحنا واثقين إحنا نقدر على آخر سبعة كمان نبلغ الاتحاد الأفريقي بالأسماء دي طيب السؤال هل ماذا لو؟ يعني ماذا لو حتى انتهت دوري قبل ما نخطر الاتحاد الأفريقي بالأسماء هل ده ممكن يكون مصدر مشكلة؟ أنا بسأل السؤال أنا ما عنديش الإجابة يعني هل ده ممكن يكون مصدر مشكلة؟ إنت هتبعت إيجيبت 1 وإيجيبت 2 يعني اللي هياخد مركز أول في الدوري وهياخد مركز تاني في الدوري هتسكنه بعد ما الدوري ينتهي والثالث والرابع في الدوري هتسكنه بعد ما الدوري ينتهي طيب المشكلة هنا فين؟ أو المشكلة اللي ممكن تقني أقول ممكن تحصل فين؟ زكاة الأندية زكاة الأندية مضي على ليحة بتاعة البطولة بتقول فيها أنه هيتم إعلان ممثلي الكرة المصرية في البطولة الأفريقية المختلفة اللي أنا لسه الغيات النهاردة ما عندنا لاش برضو معلومة متأكدين ده بين قصين كده زكاة الكونفدرالية هتتلاعب ولا مش هتتلاعب اللي احنا عارفينه والتحاد الأفريقي خد قرار لم يتم إعلان عنه رسميا إنه السيزن اللي جاي ما فيش كونفدرالية بس لم يتم إعلان رسميا لك خلينا نمشي على المتعرف عليه في أربع عندها مصرية هيقول للتحاد المصري التحاد الأفريقي عندي صاحب مركز أول مركز ثاني هيلعبه تشامبينز ليج صاحب المركز الثالث صاحب المركز الرابع هيلعبه كونفدرالية وهنبقى نقولك على أسماء لما نبقى نخلص البطول أو هنبقى نقولك على أسماء لما الأندية تخلص الدور الأول إذا لم يتم إرسال هذه الأسماء في مواعدها هتطلب التأجيل ده أكيد طيب إذا نجحت في إقناع الاتحاد الأفريقي بأنه يتم تسكين إيجيبت 1 إيجيبت 2 إيجيبت 3 إيجيبت 4 شامبينز ليج كونفدرالية هتحسبها إزاي وإنت مبضي الأندية على لايحة بتقول إنه هيتم اختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية بناء على نتاج الدور الأول وماذا لو نجحت في التأجيل مع الاتحاد الأفريقي لـ 37 أو حتى رحنا لـ 15-8 قبل بداية البطولة وكان ترتيب الأندية بعد انتهاء البطولة إن الأول والتاني في البطولة بشكل عام يختلف عن الأول والتاني في الدور الأول هل ده ممكن يبقى مطار مشاكل بالنسبة للأندية المصرية هل من حق الأندية اللي أنهت البطولة في الدور الأول إنها طالب بإنها حتى لو نجحت في التأجيل مع الاتحاد الأفريقي هي اللي تمثل مصر في البطولة إحنا محتاجين بس مزيد من الوضوح والشفافية التفكير إزاي والأندية استقرت على إيه واللي هيعمله الاتحاد المصري مع الاتحاد الأفريقي أو الاتفاعل اللي يتم بين الاتحادين هيكون طبيعته إيه ساعتها ساعتها تبقى كل هذه الأسئلة يعني لا دعي لها والشكوك أو النواية اللي ممكن تبقى مش واضحة هتبقى واضحة للجميع وكل واحد يبقى عرف حقه وبيسعى لتحقيقه ده سؤال نتمنى أن نحن نأخذ إجابة عليها